موسيقى وفي اي عصر و اي جيل بنعيز سوا في جنتك يا مصر يا مصر باطش يا نيل لسا لسبيل و انت حنين مش بخيل باطش يا نيل لسا لسبيل و انت حنين مش بخيل انا مش فريق في حب مصر اوه في حب مصر و انت اللي فقتك الدليل موسيقى اوه 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني الصورة دي تعبر عن السعادة لي وانا بعد الانتخاب الله ايه يعني عملت الواجب كواطأ وكمواطأ الصباح اللي انتخب اللي بيتحك اللي انتخب اللي بيتحك اللي النهاردة عيد دموقراطية فعلا لان احنا بننتخب بديموقراطية جميلة جدا قبل ما اقول لحردك شفت مشهد توافد العديد من المصريات الستات اللي نزلوا النهاردة والبنات على السنة دي زي عايز اقول لحضراتك قطل شوبيب كان متصور ان احنا هممشي قال ان ياخد راحة ساعة انا بيتحك عليه بتقص على ده بجد انتحية بيك وبيضيف لقابات دكتور متحد العدل قضية مشي انا بس عايز اقول لكم حاجة انه ده ديكور لأستاذ محمد علي الخير الله علي خدش يمينك شوية كده انا هو خد يمينك شوية ايه هو احنا صحاب بيت انت مقعدنا مقلقانين ليه انت مخوفنا ليه ما انت مفيش مرة استضافني هيني عندك ولا متحد العدل استضافني بس ليرجع لأستاذ جورج بغجوري شفت النهاردة الستات في اللجان ازاي انا عجبتني كلمة انزل اللي موجودة في الافيشات والاعلانات فلازم المواطن يشعر ان هو بطل سباحة وبيلط في المياه انزل بعدين هو هيبقى بطل والمستقبل قدامه انا اخدها كابتل شبير جميل بصوا بقى يعني الكريل لو معانا هنا بعد اذن حضراتكو اصل في عبقرية في الرسمين يعني عبقرية مش طبائية في ثانية اه خلي بالك اه التوقيت ثانية اه محاجش هي يرسم في ثانية اه لا سمع في ثانية اه لا سمع في ثانية صحيح اه عايزينها كده؟ اقولولي ولا كده؟ زي ما انتو عايزين اه كده كده اه ده بطل العالم المواطن مصري الشعب المصري الشعب المصري اهو ده اللي نازل اه حمام السباحة ولا نزل البحر ولا نزل الترعة ولا نزل النيل ولا نزل هتة انزل ده عمينا جورج بهجوري قال لي انزل نزل طلع بطل والدنيا نورت الشمس نورت الشمش كده برضه الشمس نورت النور طلع بنزوله لانه ما كانش نازل يغرأ ده كان نازل ينقذ بلك كان نازل ينقذ وايتعال روح لسبوع صبع اللي بضحك ده 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 عطرياً يعني شاش عباد ده يعني ايه ده صباح بيدحك في حد بقول كده في الدنيا ايه جمال ده وقالس ان الصباح الوحيد الفخور وص الصباح التانية اه 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 يعني الحياة عمنا جورج دايماً بتتحيفنا يعني اه يا عم جورج بس لازم اجيبها جوال اه اه اصطوه قال لي ايه وانا جاي اطلعك وانت هزوخ بيني وبينكو فقال لي لا قال لي ده انا واقف ورا الشبكة وطوله ده انت حارس مصر من زمان حارس مصر برسوماتك وقلبك وكتاباتك الجميلة يا عم جورج الكاريكاتير طوله عمره بلعب دور مهم جداً في السياسة من ايام الملك وبعدين خفت شوية او مش خفت يعني مش عايزين نقول خفت لكن في عصور ما لما ازدادت القبضة الرقابية خفت شوية الموضوع ده هم الاربع سنين كانوا ازمة اللي فاته دور يعني سقط الكاريكاتير او تراجع خالص بقى دوره سنوي وجماعة اللي في الصحف رؤساء التحرير نعم بيفتكروا ان الرسام ده يعني تابع اه يزوّق كمالة عدد يزوّق الصفحة كمالة عدد اه وكان فيه قبل كده الاهرام بيقول كتاب هذا العدد في الصفحة الاولى اه وكمان يرسمونا فلان وفلان اه فبطلوها لانه مش حاسين ان الرسم زي الكتابة هل مش حاسين ولا مفيش المواهب اللي تجبر وكمان وايس استحرير انه يقول جورج البهجوري معايا صلاح جاهين معايا عبد السميع معايا وهي كذا طبعا وفيه جمعة وفيه طبعا ما ماس كتير اه ان وقدّمت كا واحدة من الرسمين كبار southeast تطفح في التلات سنين السنة اللي فاتت في الحديد انا سوز جورج كام فيه الكاريكاتير لعب دور مهم جدا وانا اه اتذكر اه كاريكاتير مهم لعمر سليم هو جاي بالمرشد نقطة قد كده و جاي بالجند المصري وهو يملأ الصفحة صحيح صحيح و يقول يعني هذا رسم معبر عن صحيح. لازم الرسم يعبر بدل الكلام. ممكن الكلمة تساعده. نعم. امتى الكلمة تقلق حاكم? ايه الرسمة تقلق حاكم. كلهم زعلوا من انا. زعلوا من ايام اه. عبد الناصر? لا عبد الناصر كان بيمبسط او يعني قال لي السامي شرف رئيس مكتبه. قال لي ان هو كان بيمبسط جدا من غلاف روز اليوسف. نعم. اتنين وخمسين. وان السام زغير. اه. مبتدئ. اه. قال لي كلمات حلوة يعني انه كان بيقولها. بس ده في اتنين وخمسين اول ما بدأ بعدها. اربعة وخمسين. ماشي. يعني بعدها. اه. بقى حاكم متمكن يعني. اه. يعني بدأ يزعل? لا والحقيقة ما يعني كاريكاتير كان مفاجأة للثورة اتنين وخمسين. اه. الظباط الاحرار. ان هما يلاقوا نفسهم مرسومين كاريكاتير. اه. فكانوا حسين الشفعي قابلته مرة في نادي الجزيرة. وانا كبير يعني. وانا كبرت شوية. وهو عجز اوي كمان. مم. فغطف مني الالم. وقال لي انت بترسمني ازاي. انا كمان كنت عافظات العرسام. مم. يعني اصدقل انه انه فيهم اه. روح حلوة. الظباط الاحرار. اه. حتى في السنوات. من اللي وجعك كاريكاتيرك. يعني هو سادات بس. سادات. السادات لانه كنت اه في باريس. ومشتغل في مجلة الوطن العربي. وكانت اه بتعاكس كامبي ديفيد. مم. مم. فانا رسامته كتير بيرسم بيعمل حاجات في كامبي ديفيد. مم. اه كده يعني ايه شقاوة شوية. وكان قرره ابنس بالك. وكان عاد في باريس. اه لا اه طبعا اه كان كان في احتمال انحنا نتقابل ونرجع. مم. كنا مجموعة اللي هو كان يسميهم السائرين او الغاضبين. اه. فمعنا كتابه وشعراءه. زي احمد عبدالناط حجازي. وزي اه فتح خليل. وزي اه الناس كتار من كانوا معرفين في الوقت ده. اللي كانوا برا ماس. اه كانوا برا ماس. وكان محمود السعداني. والسعداني. والخميسي. اه. هنرجع هنرجع التاني والعلي فرزات. وحنرجع التاني المجل عالي. وكل ده. بس هنستقبل معنا الفنانة الجميلة يسرى. اهلا يا سور. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. منول الدنيا يسرى. ازاي كتاز مدحب ازاي كتاز محمد ازاي كتاز شبير. وحسيني جب. معنا الاستاذ العظيم جورج البهجوري الرسام العالمي. اهلا اهلا اهلا. ازاي ازايك يا فاندم. اهلا بيكي. حرسمك. هيرسمك. اهلا اهلا. اهلا يا اهلا. انا نبسي من قلبي يعني اطمنى ده طرف ليا كدير. نزلت يا يسرى? انتخبتي? اه طبعا نزلت. طبعا. طبعا. احكي لنا شعورك ايه? والناس عملت معاك ايه لما نزلتي? انا عايز اقولك ان يا عشان انا انا عاد ساعة ونص حسنا انتخذ. انه بعمل انتفيوهات والناس فرحانة والناس بترقص في السارع والناس عندها حالة تفاقل غير عادية. غير عادية. اه. يعني بس لما تيكي تشوف الصورة اللي احنا كنا نازلين منتخذ بيها اه السنة سنة 2012. والصورة اللي تمتخذ بيها النهاردة هتحس بطرحة المصري. فرحة. الفرنانة الجميلة اه يسرى كنت عايزة اقول لحديتك النهاردة سيدات مصر عملوا دور جميل وكانوا اكثر توافد على اللي جان. اه سيدات مصر دورات يدرسوا للعالم. دول لازم يدرسوا للعالم. كل طبقات سيدات مصر لابد انها تدرس العالم. مش قادرة يحكي له ناس دي قوية ازاي. وعرفة ووعي. عندها حالة وعي غيرها. انا ليه دعوة بالشهادة. انا ليه دعوة بالوعي اللي عندهم. اه. فهمين مصلحة مصر فين. اه. عارفين هما رايحين يعملوا ايه. مقتنعين. امنين بالمشاعر الحقيقية تجاه الشخص اللي عايزين ينتخبوه. اللي هو سابت المشيف. طيب تلات تلات اسئلة في واحد. قدامي على الشاشة. اللي هو يعني ما اجيب لك من الاخر. يسرى ازايك الاول وبنور الدنيا. يا رب يا خليك حبيبي اخبارك انت ايه. الحمد لله ازايك انت كويسة. اه تمام. مدام مصر بخير. مدام مصر بخير. قدامنا سهاج على الشاشة قدامنا. سيدات سهاج اللي لسه حتى هذه اللحظة موجودين في التوابير موجودين. صلى ربع كبير. بيصوتوا ساعة تسعة لربع مصممين ان هما يبقوا موجودين. ادي واحد. فبتكلم على المرأة المصرية الفلاحة الطيبة المتعلمة والمثقفة التي او التي لم ترى قصة من التعليم لكن بهذا الشكل. ده نمرة واحد. نمرة اتنين. اقول له ده الوعي بتاعها. اه. ده وعياها. انا ما بتكلمش على فهدتها. اه. انا بتكلم على الوعي بتاعها. يعني الفلاحة ممكن تكون ما مش على قدر من التعليم. ولكن عندها وعي. اه. عندها احتاج. اه. لما هتختار. اه. الشخص ده هو ده اللي حيوصلها لبر القبيل. طيب اتنين. اه. بكرة فضل اليوم الاخير في الانتخابات مع شقعات عن المد ومفيش اه. مد. واحنا محتاجين عدد كبير اكتر من الناس يكون موجود. اه. وانت الشباب. انا انا بطالب. انا انا بطالب. انا بطالب. كل الوقت كل المصريين. اه. انا. انا فرقابتكو. اه. يعني اللي بيقولك انا حط الصوت. اه. كل بيقولك انا اه. 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 هروح. روح انتخب حد تاني مدم ساعات بس. اه. يعني روح بس. انزل. ما تهدرش صوتك. عشان يبقى عندك. انت طالب. بحقوقك بعد كده. اه. لكن لو انت النهاردة ما نزلتش الانتخاب. هيبقى لك عندي طالب بحقوقك. اه. بصراحة. اه. لبقى انك. ما نشاش عامل. ما تيش حاجة اسمها محسومة. اه. كلمة محسومة دي مش واردة. اه. يسرى. اه. يسرى احنا في اقتراح اقتراحنا بنا تبناه هنا. ان اهالينا في الصعيد الجو حر جدا. وان احنا مفروض يمدوا فترة لانتخاب بدل تسعة. تبع احداشر او اتناشر. اه. انتي ايه رأيك في الحكاية درجة الحرارة خمسة واربعين. ايه رأيك في الحكاية دي. والله العظيم انا انا ما عندي مينع. ياريت 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 ياريت. لان بس. يعني مثلا انا انا افتح اه ان اللي جان كانت مليانة جدا. اه. فترة الظهر اللي جان قالت. لا يا رأي جديد حر جدا للنهاردة. اه اه. وما تنساش النهاردة في ناس تتشير قوي صايمة. اه. صحيح اه. عتان بمناسبة المعارات وبتانهم تطايبين. نا. يوس. اللي انا عايزة اقوله ان لو امتدت لان بالليل بتبقى فرصة لهم اكبر. نا. اه انهم ينزلوا بسهولة اكبر. يبقى ياريت. ياريتين ساعتين زيادة. نا. يوسرا تقولي ايه اللي منزلشي. اقول له اه مصر لازم تبقى غالي عليك. اه. انا مش بشكك في وطنيتك. ولكن انا بشكك في وعيك. بالاسف. اه. اه. منتش واعي قد ايه مصر في خطر. وقد ايه مصر تتحارب من الداخل ومن الخارج. وكان نفسي اشوف وسك لو السيناريو. القديم. كان مازال. مستمر. اه. 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 اتبحت انزل ولا مش حقيقة. امن ناتنا الجميلة يسر. بس بها جوري رسمها. رسمها. عامله ازاي? رسم ده? اه. انا عايزة. اه. 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 اروح تنتخب يعني. اه. اه. احترت طبعا. اه. انا عايزة الكاريكاتير ده. انا عايزة. حضر. عامل هايزة حجبه لك هيوسرا. مرسيك. رمضان ايه سنة دي? رمضان قولي للي بسرعة. رمضان ام بي سي سرايا عبدين على الام بي سي ويا رب تعجبكم لان ده اضخم انتاج حصل في تاريخ الدراما العربية توفيه ان شاء الله شكورك فنانتنا الجميلة يسرة ترجم لنا تاني بهذا الرسم الجميل عمنا جورش قدامنا اتنين مرشحين نعم فكل واحد يختار او يفهم ان انا اصدي ايه انا اصدي حاجة اتحيز لحد فالمواطني هو اللي قرر يا عمى بهجوري قل لي علاقة الفنان بالسلطة قل لي قصة ناجل علي وقصتك وقصة علي لا فيكن الا رسام كاريكاتير والرابي كان بريشة لكن ازعجت نظام حق وانتهت الاختيار وهل زراماته السينما ولا الفيلم عجبك الفيلم مش اروع افلام نور الشريف لانه مليان شعارات ومليان هتاف ولي كتبوا انه عمل فيلم طبعا انك الفكرة قوية جدا نعم لانه كان ياجل علي مفهوم مفهوم وغلط عند الناس نعم في مصر نعم في مصر بالذات وحاربه نور وحاربه الفيلم اه اه خطر وحاربه في شير الديك اللي كاتب نعم وقصة جميلة صديقتي وعاشت معا ايام جميلة في دمشق وفي مهرجان الكاريكاتير كان انسانان عامل ازاي ورائع جدا وكان سائر بهذه التركيبة ودايما سائر انا بس قلتله حاجة قلتله ما تكتبش شعرات بتسيق لرسمك لان رسمك بيتكلم اه فهو شتم الناس بالرجعية اه فهم اه انقلبوا ضده كان حدا اكثر من اللازم ما يستوجب رسام الكاريكاتير كان حد او وعلي فرزات علي فرزات برضو متشنج شوية اه فانا قلتله اخر مرة اه اللي هما دربوا دراعوا نعم كسروا عظم شوفوا يا جماعة اه الديكتاتورية ماذا تفعل وماذا استطيع القلم يا سيد كابتن نعم كسروا ايده علشان ما يرسل في ايران تخيل اللي هما بيكلموا في السلام السياسي يهد قتلوه اه اه خلينا اسأل عم جورج عن صلاح جهين هل هو كان النجم الابرس في عالم الكاريكاتير هل انه مثل هل هو هو مفكر فيلسوف اه ما انا هكمل لده انه كتب انه كان ليه دور في صورة 23 يوليو والاغاني اللي شكلت وجدان الشارع المصري والشباب المصري فرقت مع صلاح جهين هل بعد صلاح جهين هل بعد صلاح جهين ما زاله انك ظهرة رسام الكاريكاتير النجم اه حلوة دي حلوة جدا جدا لانه هو من النجوم القلائل اللي في تاريخ الكاريكاتير طبعا فيه سروخان ورخة نعم وعبد السميع وزهدي مم وابعدين بيكار وبعدين مصطفى حسين مم لكن عاوز اقول يعني انه انه اه الرسالة الكاريكاتير قوية جدا تخلي فعلا السلطة تنتبه تحتز اه وتقول الله ده بيهزر معايا وبعدين غير صحيح ان الكاريكاتير هجوم او شتيمة ملوش علاقة مال هو ايه؟ هو نوع راقي جدا من النقد بس النقد بالرسم باللغة اخرى غير الكلام غير الكلمة مم فبيبقى تأثيرها قوي لانها متسجلة على ورقة مم وبتبقى اللغة الكاريكاتير دي احنا بنتكلم ما متكلمش الرسم هو اللي بيتكلم فبيبقى التأثيره قوي جدا طيب انا اسألك سؤال فكر فيه وهنطلع فاصل مع تراجع الصحف الورقية والمطبوعات الورقية هل سيختفي فن الكاريكاتير لان النافذة الوحيدة بتاعته كانت الطباعة او على الورق نطلع فاصل وبعد الفاصل تقطيتنا لا تزال مستمرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر